السلع الاستهلاكية بأسواق ولاية النيل الأبيض شهدت ارتفاعا ملحوظا مما أسهم بشكل سلبي تمثل في تراجع إقبال الجمهور عليها ويشتكي مواطنون من قياب للرقابة الحكومية على حركة البيع والشراء والتي من شأنها المزاهمة في خفض أزعار المواد الغذائية السوق فعلا يعني فيه عدم استغرار عدم استغرار بصورة مبالغ لأنه الزيادات وعدم استغرار السلع خاصة السلع الاستهلاكية بكل حقيقة وبكل أمانة عاملة كده فنحن محتاجين لنظرة زي ما يقولوا بعين الاحتبار وبدقة الحقيقة الأرسعار في ارتفاع مضطرد والناس عزفت عن البيع والشراء والناس بيقات تنظر إلى الخضار وجيوبة فارغة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وترجع الأسعار لحالة طبيعية منظمة الإثار الطوعية أقامت سوقا خيريا بمدينة كوستي بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين سوق اجتمل على طرح العديد من السلع الاستهلاكية بأزعار مخفضة نقلنا هذه التجربة في مدينة كوستي وبمشاركة عدد من الشركات المحلية واللجنبية المنتجة والموردة للسلع الاستهلاكية وبأزعار تقل من 50 إلى 30 في المية خطة طموحة وضعتها وزارة المالية والاقتصاد بالولاية خطة تتعلق بتشكيل لجنة من جهات رسمية وشعبية لضبط عمليات الرغابة على الأسواق إضافة لرعاية الأنشطة التجارية ذات الطابع الخيري فضلا عن طرحها لسلع استهلاكية بأثمان مناسبة تمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم وفي لنة عليا متابرة صلوالي ومشرف عليها وزر المالية رئيسا وفي لجان من المعتمدية أو المحلية المعنية معها شعبيين معها موسيقية هذا الأمر لتأكد أن السكر سيصل للمستهلك تحديات كبيرة تواجه حكومة الولاية تحديات تتمثل في نقل التجربة إلى مدن الولاية المختلفة والتي تجاهم إيجابا في توفير ما يحتاجه المواطن من ضروريات في معاشه اليومي كثيرون هنا مواطنون ومستهلكون يأملون في تدخل للحكومة السودانية تدخل يفضي إلى كبح جماح أزعار المواد القذائية حتى تكون في متناول الجميع صديق السيد البشير الشروق ولاية النيل الأبيض كوستي موسيقى